المترجم للقناة أنا أما يجي يبقى فيه أفكار بتيجي على ذهني الأفكار ده هيت هي أفكار شريرة يبقى مين اللي بيوحيلي بهذه الأفكار ولو الأفكار اللي بتيجي على ذهني هي أفكار الخيري والبركتي وأفكار كويسة يبقى مين اللي بيقولي هذه الأفكار برضه يبقى إحنا قدامنا نقطتين لازم نفهم سؤال مطروح أولا لو إحنا سألنا السؤال ده لأي حد قلنا له مين اللي بيهديك للشر مين اللي بيوسوس لك مين اللي بيغويك مين اللي بيطلعك عن طريق الخير وبيخليك تعمل تصرفات مش خيرة تصرفات شريرة خطية أمور زي كده يبقى المفروض الرد هيبقى مين الشطان طبعا لأن واحدة من أسماء الشيطان في الكتاب المقدس اسمه المشتكي كلمة شيطان على فكرة من شطان تعني المغوي أو المشتكي يعني دايما بحاولي لاقي علة أو غلطة في الإنسان حتى يسقط الإنسان في الغواية طبعا في الفخ بالضبط فاللي بيهوي أو بيشتكي هو الشيطان لكن الله أما بيجي يكلمني أو يقودني أو يسهل لي أمور معينة يبقى أنا عارفة أن ربنا هو بيقودني إلى اتجاه الخير اشتركوا في القناة